وصلت وزارة الداخلية حملاتها لمتابعة أسعار السلعي الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزياد من السعر الرسمية وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 486 قضية تموينية بمضبوطات بلغت 160 طن وفي مجالي حجب السلعي الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط 41 طن وفي مجالي عدم الاعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزياد من السعر الرسمية تم ضبط 119 طن وفي مجالي قضايا المخابز تم ضبط 718 قضية من بينها 196 قضية خبز ناقص الوزن و174 قضية خبز غير مطابق للمواصفات هذا وتم ضبط قرابة 12 طن أقمح محلية في مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلية